بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الحلقة الثالثة والوحدة الثانية في منهج الصف الأول الإعدادي الجغرافية رحلة في كوكب الأرض والدرس الأول شكل الأرض أول حاجة تشبه الأرض الكرة في شكلها وسطحها يبدو منحية لماذا لا نشعر بنحناء الأرض أو لماذا يبدو لنا سطح الأرض وكأنه منبسطا قلنا لأن ما تراه العين إلا ما هو مساحة صغيرة جدا من مساحة الكرة الأرضية الشكل العام للأرض يشبه الكرة تقريبا وما النتائج المترتبة على ذلك واحد اختلاف توزيع أشعة الشمس على سطح الأرض اتنين اختلاف كمية الأشعة الساقطة من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر تلاتة اختلاف درجات الحرارة وبالتالي تنوع المناخ والنبات والكائنات الحية وبالتالي تنوع البيئات على سطح كوكب الأرض نتدرج حاجة تاني هنشوفها دلوقتي قدامنا ماذا يحدث لو كان سطح الأرض مسطحا غير كروية واحد سقوط أشعة الشمس على الأرض بشكل عمودي اتنين تسقط أشعة الشمس على الأرض في وقت واحد وبدرجة وبزاوية واحدة وبالتالي رقم ثلاثة سابات المناخ وعدم تنوعه وعدم تنوع النبات والكائنات الحية والبيئات على سطح الأرض ما النتائج المترتبة على الشكل الكرو للأرض؟ هيتضح لنا اختلاف توقيت سقوط أشعة الشمس على الأرض من منطقة لأخرى قد أدى ذلك إلى تنوع المناخ وتنوع النبات والكائنات الحية وتنوع البيئات نتدرك لحاجة تانية أقطار الأرض بما أن الأرض كرة غير كاملة الاستدارة إذن أقطرها غير متساوية من مركزها أو أبعادها من مركزها غير متساوية ما المقصود بالقطر؟ القطر هو قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على سطح الأرض وتمر بالمركز أبعاد الأرض كما ذكرنا سابقا عن مركزها غير متساوية الدليل أن القطر القطبي الذي يصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي يصل مسافته أو تصل مسافته حوالي 7900 ميل أما القطر الاستوائي يصل طوله من الشرق إلى الغرب 7900 ميل علما بأن الميل الأرضي يساوي 1.6 من 10 كيلو متر الشكل اللي قدامنا ده بيوضح أبعاد أقطر الأرض سواء كان القطر الاستوائي أو القطر القطبي لذلك فإن الأرض كرة غير كاملة الاستدارة لأنها مفلطحة عند القطبين ومنبعجة عند دائرة الاستوائي ماذا يحدث إذا كانت الأرض كاملة الاستدارة لأصبح القطران أو أبعاد الأرض من مركزها متساويات أو لأصبح القطران القطبي والاستوائي متساويان في الطول بما تفسر الأرض ليست كاملة الاستدارة قلنا لأنها منبعجة قليلا عند دائرة الاستواء ومفلطحة عند القطبين القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي بحوالي 27 ميل ما النتائج المترتبة على عدم تساوي أقطار الأرض؟ قلنا أصبحت الأرض كرة غير كاملة الاستدارة الثلاثة أسئلة اللي قدامنا كلهم بيدوروا في نصاب واحد اللي هو عدم استدارة الأرض استدارة كاملة وبالتالي أقطرها غير متساوية وبالتالي أبعادها أي نقطة على سطحها إلى مركزها أيضا غير متساوي بعد كده هندخل على خطوط الطول ودوائر العرض خطوط الطول ودوائر العرض هي خطوط ودوائر وهمية لا وجود لها في الطبيعة رسمها العلماء على الخرايط لسهولة دراسة سطح الكرة الأرضية نظرا لاتساح دوائر العرض تعرفها هي دوائر وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية وهي غير متساوية الحجم تظهر تدريجيا كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء أكبر دائرة من دوائر العرض هي دائرة الاستواء وهي دائرة العرض الرئيسية ودرجتها صفر عدد دوائر العرض 180 دائرة عرض هنا يتوسطها دائرة الاستواء منها 90 دائرة في نصف الكرة الشمالي وتسعين في نصف الكرة الجنوبي أي شمال دائرة الاستواء وجنوب دائرة الاستواء الشكل اللي أمامنا ده بيوضح ترتيب دوائر العرض لو بدأنا من دائرة خط الاستواء درجتها زي ما قلنا صفر يليها مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي ودركته 23.5 يليها الدائرة القطبية الشمالية 66.5 يليها نقطة القطب الشمالي 90 درجة شمالة جنوب دائرة الاستواء مدار الجاتي ودركته 23.5 ثم الدائرة القطبية الجنوبية 66.5 ثم نقطة القطب الجنوبي 90 جنوبة دي دوائر العرض الرئيسية وعددها 7 دوائر عرض أما عدد أو إجمالي عدد دوائر العرض 180 دائرة 90 شمال دائرة الاستواء 90 جنوب دائرة الاستواء هندخل على حاجة تانية اللي هي أهمية دوائر العرض طبعا دوائر العرض تفيدنا في تحديد المواقع الشمال وجنوب دائرة الاستواء تقسيم العالم إلى مناطق حرارية ثالثا تفيد في تعرف على أحوال المناخ من حرارة ورياح وأمطار أيضا تشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن والأماكن والدول والبلدان على سطح الكرة الأرضية تحديد موضع الإنسان على سطح الأرض شمالا وجنوبا بالنسبة لدائرة الاستواء خطوط الطول أن هي أنصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي هي خطوط متسوية في الطول وغير متوازية حيث تلتقي جميعا عند القطب الشمالي والقد الجنوبي يتوسطها وأهم خط الرئيس هو خط الطول الرئيسي خط جرينيج عددها تلتمية وستين خط منها مية وتمانين خط شرق جرينيج ومية وتمانين خط غرب جرينيج أهمية خطوط الطول تحديد الأماكن شرقا وغربا على سطح الكرة الأرضية تحديد الزمن وفروض التوقيت في كل جهات العالم في سؤالها طبعا هيقابلنا ليه تم تحديد خط جرينيج وليه دركته صفر وأنها سمي بهذا الاسم نظرا لمروره بقرية جرينيج التي تقع بالقرب من مدينة لندن والتي عقد بها المؤتمر الجغرافي عام 1884 ده رسم توضيحي بالنسبة لخطوط الطول زي ما انتوا شايفين كده قدامكم خط جرينيج في منتصف الكرة الأرضية ومئة وتمانين خط شرقه ومئة وتمانين خط غرب جرينيج طبعا الرسم اللي قدامنا ده بيحدد قدي خط الطول مئة وتمانين ودي بداية جرينيج خط الطول الرئيسي جرينيج يقابله من الناحية التانية خط طول مئة وتمانين رسم توضيحي للكرة الأرضية وتوضيح نقطة القطب الشمالي والتقاء خط مئة وتمانين بالمقابل مع خط جرينيج اللي دركته سفر اختلاف الزمن على سطح الكرة الأرضية طبعا دي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى اختلاف الزمن من مكالة آخر على سطح الكرة الأرضية وانها باختلاف خطوط الطول بسبب دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة اتنين شروق الشمس على الأماكن الواقعة في الشرق قبل الأماكن الواقعة في الغرب طبعا في مسائل الزمن ودي حتى الاستفادة في حياتنا اليومية وهي مش نقطة أو شريطة نقطة وضع الامتحانات ولكن كيف يمكن معرفة فروق الزمن بين أي مدنتين على سطح الأرض من خلال الخريطة التي أمامنا نجد مثلا مصر تقع بين دائرتين عرض اتنين وعشرين شمالا وواحد وثلاثين ونص تقريبا شمالا اي في نصف الكرة الشمالي وبين خطي طول خمسة وعشرين شرقا وسبعة وثلاثين شرقا اي في نصف الكرة الشرق يمر بمصر في جنوبها دائرة عرض رئيسية ألا وهي مدار سرطان تلاتة وعشرين ونص شمالا عدد خطوط الطول التي تمتد عليها الأراضي المصرية حوالي اتناشر خط وعدد دوائر العرض تسعة ونص دائرة عرض موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض خريطة امامنا لمصر هي تمتد عبر الحدود من اتنين وعشرين شمالا لسبعة وثلاثين ونص شرقا وخمسة وعشرين شرقا انتجه شمالا الى واحد وثلاثين ونص شمالا احنا وكنا نبدأ في الدرس التهين وكان عايزين احنا وقفنا انتجيته كيفية مخدناش عشر داقيق خمس داقيق ايه؟ مخدناش خمس داقيق هاخد الدرس التانية عشان مقعدش مفيش وقت خلي دا فيدي دا فيدي ماشي؟ هتسجله انت هتسجل حاجة ايه؟ اوه شباشت ويليان؟